عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري بالعاصمة عدن برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس ووقف المجلس أمام تقرير أداء المحكمة المقدم من رئيس المحكمة العليا فضيلة القاضي دكتور علي الأعوش مشيدا بالإنجاز المحقق والجهود المبذولة في جميع دوائر المحكمة كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من لجنة الرعاية الطبية لمتسبية السلطة القضائية المكلفة من مجلس القضاء وقرر المجلس استمرار اللجنة في مواصلة عملها مع استمرار تقديم المساعدات العجلة للحالات القطرة موسيقى موسيقى موسيقى